اكدت روسيا ضرورة ان يرغم الشركاء الغربيون لروسيا المعارضة السورية على الانخراط بالمساعي لحل الازمة السورية لسيما بعد ان اعلنت سوريا رسميا موافقتها المشاركة في المؤتمر الدولي المرتقب حول السوريا طالب جيناتي جاتيلوف نائب وزير الخارجي الروسي الدول الغربية ارغم المعارضة القبول بالمفاوضات لافتا الى ان بلاده لا تنوي الضغط على الحكومة السورية لانخراط في مفاوضات محددة النتائج مسبقا واشار جاتيلوف الى ان المعارضة السورية لم تعلن مشاركتها في المؤتمر الدولي حتى الان وتشترط قبل ذلك استلام اسلحة وتحقيق تفوق عسكري ايضا جدد سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجي الروسي رفض بلاده محاولات فرض اي قرار على الشعب السوري من الخارج خاصة تحديد مواصفات عملية الانتقال السياسي بطريقة مسبقة محذرا من الوقوع في الافخاخ السياسية مساعد رئيس الروسي يوري اوشاكوف اعلن ان روسيا تورد السلاح الى سوريا على اساس قانوني وقال اوشاكوف ان الرئيس بوتين اكد مرارا ان الصفقات الحالية عقدت على اساس قانوني مع الحكومة السورية الشرعية واضف انه يجري في الوقت الحالي تنفيذ العقود الروسية السورية الموقعة في وقت سابق من جهة اخرى اشار مساعد الرئيس الى ان البيانة الختامية الصادرة عن قمة مجموعة الثماني يتضمن التأكيد على ضرورة عقد المؤتمر الدولي لاجل سوريا باسرع ما يمكن ترجمة نانسي قنقر